بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذي يستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وزع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء بالبأساء والضراء لعلهم يذرعون ثم بدلنا مكان السيية الحسنة الحسنة حتى يخلوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والثراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا زحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونتبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون فلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا من أكذبوا من قبله كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى صراه فإذا هي صعبان مبين ونذع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوه فلما ألقوا صعروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عفاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبتل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صعرين وألقي السهلة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمأتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذل موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذلك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهلون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يتجروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراز والقمل والظفادع والدماعيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنه الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يسنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لي أخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواع من كل شيء موعدة وتصينا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قوم يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأسرف عن آياتي الذين يتكبروا في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبثت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حلقهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبا ناسفا قال بئس ما خلبتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وعخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشميت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب غفر لي ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غذب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لوفور رحيم ولما سكت عن موسى الغذب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واقتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تزل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولجنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت قير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أسيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها آل الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يؤيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله من نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعبدون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباة أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسطاه قومه أن اذرب بعصاك الحجر فانبجزت منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المفسنين فبدل الذين أظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم لجسا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاذرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معبرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أعطوا عما أنهوا عنه قلنا لهم وإذ تأذن ربك لا يبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسليع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسجئات لعلهم يرجعون فقلف من بعدهم خلف ورس الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نذيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني أعادم من زهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتمعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هراه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مسل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقسس القصص لعلهم يتفكرون ساء مسل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يذلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ضرأنا عن جهنم كثيرا من الجن والإنف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصلون بها ولهم أعاذان لا يسمعون بها أولئك كالأنام بل هم أذل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا فيه ملكوت السماوات والأرض ومن خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يذلل الله فلا هادي له ويذرهم في دغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان منساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينسرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرزل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولدي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينسرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينزرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزلنك من الشيطان نزغوه فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما يتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرعا وقيفة ودون الجهر من القول بالغذب والآصال وكاتكم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سورة الأنفى المدنية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتيوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباتل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاذربوا فوق الأعناق واذربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغذب من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين إن تستفتهوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عده ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أتيوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عيد الله الصم البكم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستدعفون في الأرض تقافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عيده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكنون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتر علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند الميت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أمر لهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم القاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مذت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم